حسب المنتخب السعودي نهائية كأس العرب لأقل من عشرين سنة أمام نظيره المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بينها الطرفين لتذهب المباراة إلى ركلات الحض التي ابتسم فيها الحض للمنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور حيث فاز باللقب للمرأة الثانية على التوالي بعدما أحرز اللقب بمصر عام 2021 نهائي الطبعة عرف ندية كبيرة بين المنتخبين لكن الكأس اختارت البقاء في السعودية بعد أن أثبت رفقاء الحارس المرمش علوى كعبهم في هذه المسابقة